موسيقى سلام من الله عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين موقع إخباري أب في عدن يكتب عن ابنه المعتقل منذ عامين صحيفة عربية تقول إن جامعة صنعاء مصدر القلق الدائم لميليشيا الحوثي والمخلوع ومن صحيفة الحياة القضاء الأمريكي يجمد قرارات الرئيس ترامب بخصوص الدول السبع موسيقى وإلى الخبر الأكثر قراءة الشرطة الفلسطينية تلقي القفض على للصين سرقى 200 ألف دولار من متسولة موسيقى والبداية من التهديدات التي تلقاها أساتذة جامعة صنعاء المطالبين برواتبهم حيث وجهت النيابة العامة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح دعوا قضائية ضد رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري وأمين عامي وعض النقابة الدكتور عبد الحميد البكري والدكتور بشير طربوش وذلك لما وصفته قيامهم بنشر إعلانات مغرضة في الجامعة ووفقا لموقع الموقع بوست فقد طالبت النيابة رئيس النقابة وزملائه بالحضور للرد على الدعوة المرفوعة ضدهم بالقيام بتنظيم إضراب في كلية الجامعة لعرقلة التدريس وفي تقريره الذي حمل عنوان خفايا السقوط المتكرر لأبيان اليمني بيد القاعدة يقول موقع يمن مونتر إن عودة القاعدة للمحافظة تأتي بإعاز من جهات تختار التوقيت المناسب لذلك كما يقول مراقبون ومحللون سياسيون ويقول الموقع يحاول التنظيم من جديد بسط نفوذه على محافظة أبيان حيث سيطر على بلدتي لودر والشقرة وسرعان من سحبوا بعد يوم واحد من الاستلاء على البلدتين استجابة لتهديدات السكان المحليين وتابع الموقع إن من السهل أو إنما سهل للتنظيم الدخول من جديد إلى أبيان هو انسحاب القوات الموالية للحكومة احتجاجا على التأخر في دبع تفعي رواتبها يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تقرير لمجموعة الأزمات الدولية صدر مؤخرا إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن بات أقوى من أي وقت مضى وأن التحركات العسكرية الأمريكية على مواقع القاعدة في اليمن قد تؤجج المشاعر المعادية لواشنطن يعتقد حسن عبد الوارث في مقاله المنشور في جمن مونتر أن الدولة إذا فقدت السيادة فقدت الوجود خاصة في ظل العولمة القائمة التي تلغي الحدود وتزيل الحواجز ويقول في جزء من مقاله لم يعد ثم توجود حقيقي أو حتى شبهة وجود لبعن السيادة في ظل العولمة الأمريكانية وتحت وطأة ما صارت تسمى بالحرب الدولية على الإرهاب ناهيك عن أن تسليح كل الدول العربية لا يرقى نوعية وفاعلية إلى ما هو مخزون في الترسانة العسكرية لأعداء العرب وفي مقدمتهم الكيان الصيوني والكائن الإيراني إذن ما مكانوا ومكانة الدولة في واقع البلاد العربية لا وجود حقيقيا لها البتة إنما هي محصورة في صفحات قليلة من الموسوعة السياسية والأطالس الجغرافية وجميعها طبعات قديمة صدرت عن مطابع لم تعد قائمة بل حلت محلها مطابع مكدونالز وكافيهات شوب وسلسلة فنادق كونتانينتال أكدت مصادر الحكومية للمصدر أونلاين أن الحكومة أقرت تخفيض الرسوم الجمركية على السفن التجارية الواصلة إلى ميناء عدن بنسبة 50% وأبلغت القطاع التجاري بالقرار وأضحت المصادر أن عددا من السفن التي خضعت للتفتيش في جبوت من قبل فريق الأمم المتحدة وكانت متجهة إلى ميناء الحديدة حولت مسارها إلى ميناء عدن وتخضع جميع السفن القادمة إلى الميناء للتفتيش المسبق وفقا للآلية التي وضعتها لجنة التحقيق والتفتيش الأممية الخاصة باليمن وعد خبراء في الاقتصاد تخفيض الرسوم الجمركية بميناء عدن مؤشر على نية تقليص ميناء الحديدة الخاضية لسيطرة الحوثيين لصالح ميناء عدن الخاضع للحكومة المعترف بها دوليا نحن في زمن الجماهير هكذا استهل سلمان الحميدي ما قاله في جمن مونتر وقال في أجزاء منه الحقائق لا تدوم طويلا في مخابئها السرية حتى القرى النائية اندمجت في القرية الكونية أنا أكتب من قرية قطعت الميليشيا الحوثية الطريقة عن أبنائها لم يعد أحد من الفتيان يذهب إلى سوق عصيفرة لم يعد أحد يذهب إلى المستشفى ولا إلى ميدان الشهداء ولم يعد أحد يذهب إلى محلات الخياطة لتفصيل القمصان بأزرار مفضلة تلمع كالمراية والتباهي بأكمامها المختلفة تماما عن لون القميص المنقطي بالوردي كنا طلابا متفاوتي السن نجلس على جنبات الطريق الذي يصل المديريات بالمدينة قرية ريفية بوسط اليمن نحس أنفسنا مدرجين ضمن الضواح التي يقولها المذيع في إذاعة التعز عند موعد أذان الظهر لمدينة التعز والضواحيها عن النازحين أورد موقع الاشتراك نت تقريرا بعنوان لا مكان آمن لنازحي الحرب واستشهد الموقع بما حدث مؤخرا في نهم حيث سجلت وقعة قصف الميليشيات مخيما للنازحين بمديرية نهم صنعاء مشهدا مؤلما في مسار الحرب يضيف الموقع لا تخلو ساحة الحرب التي تفرضها الميليشيات الانقلابية من جرائم مماثلة تستهدف المدنيين حتى في الأماكن التي اختاروها اعتقادا منهم أنها أكثر أمنى ويصف التقرير ما تعرض له نازحنا في نهم في مخيم الخانق كان بالنسبة للألاف من نازحي الحرب من جات من الموت لكن الميليشيات لم تتورع من تكرار جرائمها البشعة تجاه المدنيين يتابع الموقع لا تقف جرائم الميليشيات الانقلابية هنا فحسب فقد شهد العام الماضي مئات الجرائم المماثلة في محافظة تعز وغيرها أب في مدينة عدن يكتب قصة ابنه الذي اختطفته ميليشيات الحثي منذ عامين وكتب طارق عبدالله أحمد طالب في موقع عدن تايم ولدي عماد تعرض للإصابة إثر قصف باصر رويشان منتصف 2015 بالقرب من المدينة الخضراء لحج وتم إسعافه من قبل أفراد النقطة العسكرية بواسطة سيارات تابعة لأنصار الله لكنهم بعد إسعافه احتجزوه وحققوا معه ثم اقتدوه إلى جهة غير معروفة وأخفوه حتى اللحظة يضيف طارق كل ما نعرفه عنه أنه في سجون الحثيين حسب تأكيدات بعض من تعاونوا معنا أثناء رحلتنا الطويلة في البحث ويضيف الأب أطلق سراح ابني حتى يعود إلى أسرته وجامعته ودراسته وحياته الطبيعية وارفع الظلم والقهر عن أسرته عن جيش يؤدي ذات المهم القديمة في قمع والطهاد المواطنين كتب الدكتور محمد الشدادي ما قاله في موقع الموقع بوست وقال في جزء منه غزت جيوش الإمامة اليمن ونهبت أموالها ودمرت آثارها عبر تاريخها الوسيط والمعاصر بنفس الجيش الذي يغذى به اليمن اليوم مع اختلاف التسميات وتطور الآلة جيش أخمد الثورات الوطنية التي تعاقبت رفضا للظلم وبحثا عن الحرية والاستقرار صالح أعد إنتاج بناء جيش الإمامة على حساب جيش ثورة السادس والعشر من سبتمبر وسلمه لها من جديد فقاتل في صفها كما قاتل ضد كل الثورات الوطنية مع اختلاف القيمة والزمن حيث مارس الإمام صالح منهجية حكم الإمامة وتجاوزها إلى حد بعيد في تعميق الفساد واستحلال المال العام وتدمير الأخلاق وخلق إشكاليات اجتماعية وتناقضات سياسية وحلقات مصالح مادية وأورث الشعب قضايا مستفحلة لم يورثها حاكم أو إمام للشعب اليمني من قبل قال قائد معركة تحرير المخى أبو زرع المحرمي إن القوات التي تخوض معارك تحرير المدينة من قبضة القوات الموالية للحثيين وصالح لا تحمل أي طابع جهوي ولا مناطقي مؤكدا أن من بين صفوف المقاتلين العشرات من أبناء منطقة المخى والمناطق المجاورة لها وقال المحرمي في تصريح لعدن الغد إن خلع أي مسميات أو توصيفات مناطقية للقوات التي تحرير المخى اليوم لا يعبر عن رؤية قيادة هذه القوات وأضاف ذهبنا إلى المخى لمحاربة جماعة الحوثي لأن وجودهم وتسلطهم سيشكل خطرا على اليمن والدول المجاورة ولم نذهب باسم مقاومة معينة أو شعارات سياسية إنما ذهبنا للوقوف مع الشرعية اليمنية وأهداف التحالف العربي اختطفت جماعة الحوثي في مديرية التعزية شمال مدينة تعز عشرين مواطنا وأوضحت مصادر محلية لموقع المشاهد نت أمام يزيد عن ثلاثة أطقم عسكرية تابعة لجماعة الحوثي ناهمت قرن في التعزية وقامت باعتقال العديد من المواطنين وحسب المصادر فإن عملية الاعتقالات الجماعية تمت تحت إشراف القياد في الجماعة المدعو أبو جبريل وترجح هذه المصادر أن الميليشيات اقتادت المعتقلين إلى المدينة السكنية القريبة من مطار تعز والذي تتخذ منه الميليشيات سجنا يقتض فيه المئات من معتقلي أبناء تعز وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد صحيفة العرب الجديد عنونت جامعة صنعاء حاضنة الثورات اليمنية تقلق تحالف صالح والحوثي تقول العرب الجديد تعرض رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء اليمنية محمد الظاهري أخيرا لتهديدات بالتصفية الجسدية من قبل رئيس ما يسمى بالملتقى الأكاديمي التابعي للإنقنابيين تضيف العربي جاء تهديد الظاهري عقب قيادته للإضراب الذي دخل شهره الثاني بنجاح وشل حركة الجامعة التطالب النقابة بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس المتوقفة منذ أربعة أشهر مراقبون يرون أن لجوء سلطات الانقلاب في صنعاء إلى أسلوب التهديد بالتصفية الجسدية ضد قيادة نقابة الجامعة التي دعت للإضراب الشامل يأتي لإدراكهم بأن النضال السلمي في وجه سلطتهم من داخل أسوار الجامعة لا تقل أو لا يقل تأثيرا عن جبهات الحرب المشتعلة على امتداد البلاد تتابع الصحيفة تتصاعد الحركة الاحتجاجية التي تقودها نقابة التدريس في جامعة صنعاء بهدف انتزاع حقوق منتسبها يوما بعد آخر مقابل ذلك توعدت حكومة الانقلابيين بحل نقابات التدريس في الجامعات الحكومية على خلفية الإضراب الشامل الذي تنفذه هذه النقابات صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في الشأن اليمني ممثلة الأمم المتحدة للطفولة تزور عدن تقول الصحيفة تصل ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف في اليمن ميرتشيل رولانو إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في زيارة تلتقي خلالها عدد من المسؤولين الحكوميين المسؤولة الدولية ستناقش مع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن ضغر والمسؤولين الآخرين أوجه الدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة لليمن في عدد من المجالات بمختلف محافظات البلاد وقال مصدر مطلع للخليج إن ميرتشيل ستبحث مع المسؤولين اليمنيين المجالات التي ستدعمها الأمم المتحدة في قطاعات الطفولة والصحة والإصلاح البيئي ورفع الوعي في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء ما هي الآليات التي سيتم من خلالها الانتقال إلى النظام الدولي الجديد هكذا يتساءل الكاتب السوري غازيد أخمان في مقاله في العرب الجديد حول النظام العالمي الجديد ثم تمؤشرات عديدة على وجود معارضة للانتقال إلى نظام دولي جديد سواء من داخل المؤسسة الأمريكية نفسها التي تشهد قساما ملحوظا حتى داخل الفريق الذي اختاره ترامب لتنفيذ السياسات الأمريكية أو من الأطراف الدولية الأخرى التي لم ترتب أمورها بعد للتكيف مع نظام دولي جديد وبالتالي ونظرا لوجود حالة الاعتراض وما لأصحابها من تأثير فالمرجح أن العالم لن يشهد نقلة نوعية مرة واحدة بل من المرجح أن يجري اتخاذ سلسلة من القرارات التكتيكية البحتة التي تجعل اندراج المتغيرات مع الزمن يحدث من دون حصول تداعيات ملموسة ربما تعاند بعض الأطراف والتجمعات الانتقال إلى نظام دولي جديد لكن لا يبدو أن ثم تخيارات كبيرة أمامها وعليها أن تدرك أن النظام القديم مات وإلى صحيفة البيان والتي أوردت في إحدى صفحاتها أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعلنت عن تكفولها بعلاج عدد كبير من الجرحى اليمنيين ممن تأثروا بالحرب اليمنية في مستشفيات الدولة في إطار مبادرتها لعلاج 1500 جريح يمني وأكد حمدان من زايد آل نهيان ممثل رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دعم الجرحى يأتي دون تحيوز لجنس أو معتقد حتى أصبحنا في طالعة الدول المانحة للغذاء والكساء والدواء وإلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت 1540 انتهاكا للإنقلابيين في ريمة العام الماضي تقارير حقوقية سجلت ارتكاب الميليشيات الإنقلابية أكثر من 1540 انتهاكا في محافظة ريمة غرب اليمن خلال عام 2016 وأوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي لإقليم اتهامة أن الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والاختطافات والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وملاحقة صحفيين وناشطين واقتحام القرى وترويع ساكنيها ونهب ومصادرة رواتب الموظفين والتحريض الطائفي وإصدار تعينات وترقيات غير قانونية لأتبعهم لحسن الحظ لا داعش يمثل المسلمين ولا ترامب يمثل حكومات الغرب وشعوبه هذا ما يقوله الكاتب اللبناني لبناني إلياس حرشوف في مقاله بصحيفة الحياة لا بد من متابعة مواقف وقرارات المؤسسات الأمريكية الحريصة على إنقاذ بلادها وسمعتها وتاريخها من تشويهات ترامب والمثال الأبرز هو القرار الشجاع الذي اتخذه القاضي لاتحدي في سياتل الذي أوقف تنفيذ الأوامر الرئاسية لأنها غير دستورية ولا قانونية ولم يجد رئيس أمريكا ما يرد عليه سوى إهانة المدعو قاضيا واعتبار قراره سخيفا في نهاية الأمر لن يستطيع ترامب أن يتصرف مثل صدام حسين أو عيد أمين من مساوئ الديمقراطيات أنها قد تزل قدمها فتأتينا بترامب رئيسا لكن من حسناتها أن مؤسساتها قادرة على تقويم العوجاج قبل أن يتحول إلى كارثة وإلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في الشأن الدولي تجميد قرار حظر الهجرة وقالت الصحيفة أن السلطات الأمريكية جمدت قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إلى الأراضي الأمريكية بعدما قرر قاضي فيدرالي تعليق القرار ما شكل صفعة للأخير الذي توعد بالطعن سريعا وأضافت الصحيفة النتيجة الفورية لقرار القاضي الفيدرالي إعلان الإدارة الأمريكية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعاية الدول السبع كما أعلنت ناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أن الوزارة ستوقف الحظر تماشيا مع حكم المحكمة الاتحادية وأضافت أن دعوا طارئة سترفع لوقف حكم المحكمة في أسرع وقت ممكن وإلى أكثر الأخبار قراءة والذي جاء في صحيفة القدس العربي متسولة فلسطينية في الضفة الغربية تبلغ الشرطة عن تعرضها لسرقة 200 ألف دولار وقالت التفاصيل إن متسولة فلسطينية تبلغ من العمر 40 عاما اعتادت التسول منذ زمن طويل وقد قدمت شكوى أثارت تعجب رجال الشرطة فقد أبلغت عن إقدام لصوص على سرقة مدخرات التسول البالغة 200 ألف دولار من منزلها ليتبين فيما بعد فيما بعد صدق ما قالت ولم يكن قد اقتنع رجال الأمن أولا برواية المتسولة تتابع الصحيفة إلقاء القضي على لصين واعترافهما فعلا بسرقة هذا المبلغ من منزلها المتواضع قرب رامالله في الضفة الغربية المحتلة أكد صدق دعواها وقال المتحدث باسم الشرطة لؤيز ريقات لوكالة فرانس بريس اعترف اللصان بسرقتهما هذا المبلغ ووجدنا لديهما ما تبقى بعدما صرف جزءا كبيرا منه مثلما لم يتوقع أحد فوز ترامب برئاسة أمريكا فلا أحد بميسوره أن يتكهن ما ستقول إليه أمريكا والعالم هكذا بدأ منصف الوهاي بمقاله المنشور في القدس العربي أمريكا تظل مع ذلك أمريكا فهي كما يقول دونة كانهيث وجودي بورهام في كتابهم المشترك الرومانسية الحلم مثل الكابوس الذي يعج بشتى التناقضات وفيها نرى حركات السلام والمدافعين عن حقوق الإنسان وبجوارهم عصابات المسلحة والأمريكان الذين يقتلون بسلاح أمريكي وفيها نرى الديمقراطية إلى جانب الإمبراطورية ببريكها الأصفر ولونها الفاقع الذي لا يسر الناظرين من اليوم ومن معاني الأصفر كما جاء في كتب التفسير وفي شعر العرب الأسود شديد السواد على أن أمريكا هي الملاذ حتى بالنسبة إلى هؤلاء العرب أو المسلمين الذين تقطعت بهم السبل وهم في مطاراتها أو على أهبة الرحيل إليها في ضل صمت مخيف من العالم يموت الكثير من الصوماليين جوعا نصفو سكان هذا البلد مهددون بالجفاف ويعيشون في وضع أقل ما يقال عنه كارثي صحيفة العرب الجديد نشرت بعض الصور الموثقة لهذه الكارثة الإنسانية نتابعا اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد ختمنا حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة